اول ما هتخش هما تواضي القادة دي هسألك سؤال بيسأل عنه جميل ده يلاقي لي اكتر من اي حد تاني هو كلس كروش جاي مصري امتى? اه خلينا نقول اه تواصل النهاردة مع الكابتن اه دياء السيد واكد حضوره ان شاء الله هيكون متواجد في اول اسبوع من سنتمبر يعني في اول اسبوع من الشهر المقبل بازن الله هيكون متواجد اه طبعا لعقد جلسة مع اتحاد الكرة للمطالبة بالحصوله على مساعد وهيكون بصحبته بنسبة كبيرة جدا فينجادا فينجادا اه فينجادا عشان برضو مستحقاته مستحقاته برضو فبالتالي يعني خلينا نقول الازمة اه انا كنت اتمنى من من الدكتور اشف صبحي ومن اتحاد الكرة انه ما يخلصوا الازمة دي بصورة اتحاد الكرة عنده ازمة كبيرة جدا انه هو مش هيقدر يصرف المبلغ المستحق الغرامة المستحقة على كيروش في مباراة في احدى مباراة طبعا عدم حضور في احدى مباراة بطولة المؤولة الافريقية خوفا من مسألة القانونية العقوبات اللي بتم توقعها على المداربين دي بتخصهم هما بتم خصمها من المستحق بتاعه فالتحاد الكرة خطب وزارة الشباب والرياضة ومنتظرين حتى هذه اللحظة الغرامة ديه الغرامة ديه حوالي 25 الف دولار فبالتالي كنت اتمنى طبعا دكتور اشرف صبحي في مخطبة رسمية حصلت ما بين اتحاد الكرة وما بين دكتور اشرف صبحي ومنتظرين حتى هذه اللحظة وصول مخطبة رسمية من زارة الشباب والرياضة بتأكد لهم اصرفوا هذا المبلغ مش يقدر يصرفوا الا بمستند رسمي من زارة الشباب والرياضة خوفا من المسألة القانونية فبالتالي انا اتمنى طبعا ان يتم حل هذه الازمة بسرعة في حالة لو عدم صرف المساحة بتاعتقد ان هو ينوي عقد مؤتمر صحفي موسع وده هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا للقرى مصرية يعني هو في نيته ان يعمل مؤتمر صحفي انا هو جاي من الاخر كده يحرجنا يعني هتدوني فلوسي ولا حرجكو فبالتالي اتمنى طبعا ان الدكتور اشرف صبحي يتدخل في قصة وقتهم ممكن عشان الازمة وتتطولش والموضوع يجب سنين والنقطة الاهم الجهاز المعاون بتاعه الاجنابي والوطني اللي كانوا موجودين ما حصلوش على مستحقاتهم في كفاءات تلت مباراة مباراة المغرب مباراة الكاميرون مباراة السنغال اللي كانت تلعبت هنا في مصر برضو هم طالبوا واعتقد لو ما صرفوش المستحقات بتاعتهم ممكن يهددوا برضو اتحد الكورة فاتمنى هم شايفين والكلام ده يعني على لسان ناس مقربة من كاروس كيرش شايفين اتحد الكورة تعقد مع جهاز فني اجنبي بقياضة روي فوتوريا في جهاز فني اجنبي في المنتخب الالوبي بيتقادوا مبالغ مالية كبيرة جدا ورواتبهم الشهرية سابتة بيحصلوا عليها بشكل سابت فهما شايفين المبلغ المستحق بالنسبة لهم مش كبير او مقارنة بما هي تقضى سواء روي فوتوريا او جهاز المعاون او عندك معلومة هل النادي الاهلي تواصل مع كيلوش؟ حتى هذه اللحظة لا ما فيش من ضمن الاسماء المرشحة بس خلينا اقول لحضرتك معلومة النادي الاهلي بدأ في مفوضاته مع المداربين من شهر تقريبا من شهر؟ وحصل مكالمة مع ما بين امير توفيق وما بين باتريس بومل يعني كان فيه تواصل قبل كده قبل التعاقد مع سوارش قبل التعاقد مع سوارش وتواصله معاه بعد سوارش بعد النتائج السلبية اللحقت بنادي الاهلي في الفترة الاخيرة فاعتقد طبعا انما لكن كاروس كيروش اكيد مدارب كبير ولكن هو عنده مشكلة برضه ان هو مش عاوز يضرب منتخبات عندها الفترة اللي فاتت شايف ان فرصته هو مش عايز ولا ده توقع مننا يعني هو راجل الفترة الاخيرة لا وفقا لكلام مصادق قريبة منه ان هو الراجل يعني ما عندهش رغبة ان هو يضرب اندية بعد ما ضرب منتخبات اللي انا عارفه برضه هيجي مصر هنا في جلسة هتجمعه ما بين استاذ كامل ابو عالي رئيس نادي المصر بس يا المفاجأة دي بس ايه الجلسة دي هيتكلمه في ايه تفاصيلها ايه لا ما عنديش معلومة عشان ما كونش هكون صادق فما عنديش معلومة اقول لك معلومة انه هو كاملة بريحة بطجت كبير للمصر الموسم اللي جاي وعايز يعمل فريق كبير في وارد جدا ان هو يدور على اسمه مدرب عالمي وكمان بمناسبة بنجاد انا سمعت انه كمان مرشح لنادي الاتحاد سكندري يعني من اسماء المرشح